السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبي طلاب ثلاثة سنوية أزهر علمي وأدبي إن شاء الله النهاردة هنوصل الكلام عن مواضع إبدال أحرف العلة همزة بنتكلم عن الموضع الثاني الموضع الثاني زي ما دو شايفين كده أنتقع هذه الأحرف اللي هي حروف العلة الألف والواو واليا بعد ألف مفاعل أو شبهه وكانت في المفرد مادة زائدة يعني إيه معنا الكلام دوات لما أي حرف من حرف الثلاثة دول الألف والواو واليا ييجي بعد ألف مفاعل بعد الألف اللي هي على وزني مفاعل أو شبهه يعني إيه شبهه كلمة برضو على وزني مفاعل ولكنها لم تبدأ بحرف الميم تعالوا نشوف الكلام دوات زي إيه كلمة زي كلمة عجائز نكتبه هيك كده مع بعض عجائز تعالوا نوزنها عجائز دي على وزني إيه ما فاعل الهمزة ديت اللي هي وقعت بعد ألف مفاعل أصلها إيه عرف الأصل إزاي مستر هات المفرد وهو ده مفتاح الموضع التاني عجوز يبقى أصل الهمزة واو تمام؟ يبقى أصلها كده عجاوز تمام؟ وكانت في المفرد مادة زائدة أنا بأعرف إزاي إن الحرف دوات مادة زائدة طب إزاي أعرف إن الحرف دوات حرف الوا أو حرف الألف أو حرف اليا مادة زائدة أو حرف من حروف العلة بعرفه بحاجتين الحاجة الأولى بيكون ساكن زي ما هو موجود كده قدامكم كده ويكون قبله حركة من جنس من جنسه يعني إيه؟ يعني الوا وتكون ساكنة قبلها ضم الألف ساكنة قبلها فتحة زي قالا كده تمام؟ اللي بنقول عليه حرف علة زي كلمة صارة نفس القصة يقول عليه حرف مادة يبقى ونفس الكلام في اليه برضو ساكنة وقبلها كسرة حركة قبلها من جنسها تمام؟ يبقى عجائز وعلى وزني مفاعل يبقى عجائز على وزني مفاعل وقعت الواو بعد ألف مفاعل وهي في المفرد مادة زائدة ولذلك تقلب الواو همزة تعالوا نشوف كلمة تانية اللي هي كلمة حلائب اوزم معايا على وزني مفاعل الهامزة الهامزة هي الهامزة ديت أعرف أصلها منيم؟ هات المفرد المفتاح بتاع الموضع التاني حلائب مفردها إيه؟ حلوب حالوب في المفرد مادة اللي هو الحرف العل آه لأنها سكنة وقبلها حركة من جنسها تمام؟ طيب زائدة أعرف إنها زائدة إزاي؟ وإنها في الموضع اللي قابلك كده إنك بتجيب التصاريف بتاعت الإيه؟ بتاعت الإسم أو بتاعت الفعل حالوب يحلوب حلبا في الثلاث حاجات دول حرف الواو موجود مش حرف الواو موجود يبقى الواو دي زائدة يبقى مادة أو حرف علة لأنها سكنة قبلها ضمة وزائدة لأنها لم توجد في التصاريف وبذلك توفر الشرط يبقى حلائب أصلها حلاء وب علشان جبنا المفرد بتاعها هنقول كده وقعت الواو بعد ألف مفاعل فقلبت الواو همزة تعالوا نشوف مثال تاني كلمة زي كلمة قصائد يلا بينا أوزن معايا مفاعل عاوز أعرف الهمزة دي أصلها إيه؟ المفتاح اللي هو إيه؟ جيب المفرد في الموضع التاني أصلها قاصيدة المفرد بتاعها قصيدة يبقى أصل الهمزة هنا إيه؟ يه تمام؟ يبقى أصلها كده قصا يد هقول إيه بقى؟ وقعت اليا بعد ألف مفاعل وهي في المفرد مدة لأنها سكنة وقبلها حركة من جنسها زائدة زائدة ليه؟ لأنها مش موجودة في التصريف بتاعتها قصدا يقصد قصدا ليه دي موجودة؟ لا مش موجودة ليه دي المضارعة دي غير دي؟ تمام؟ يقصد قصدا يبقى توفرت فيها الشروط وقعت اليا بعد ألف مفاعل وهي في المفرد مدة وزائدة فوجب قلب اليا همزة تمام؟ نجي ناخد مثال تاني كلمة رسائل أهي رسائل على وزن إيه؟ مفاعل ها قول كده معايا هنشوف الهمزة دي أصلها إيه؟ أعرف إزاي أصلها في الموضع دوة بجيب المفرد مفرد رسائل رسالة يبقى أصل الهمزة ألف تمام؟ طيب نجي نكتب كده رسالة أصلها كده رسالة باتنين إيه؟ باتنين ألف يبقى نقول وقعت الألف بعد ألف مفاعل وهي في المفرد مدة لأنها سكنة وقبلها حركة من جنسها وزائدة طيب زائدة ليه؟ نجيب الأفعال بتاعتها رسالة يرسلوا إرسالا تمام؟ في يرسلوا في رسلة ما فيش ألف يبقى الألف دية زائدة ولذلك نقول وقعت الألف بعد ألف مفاعل وهي في المفرد مدة زائدة فقلبت الألف همزة فصارت رسائل وزيها خرائد نفس الكلام خرائد على وزني مفاعل مفردها خريدة أصلها خرائد وقعت بعد ألف مفاعل وفي المفرد مدة زائدة فقلبت اللياء همزة خلائد نفس كلام تلعايته قلائد وقعت الألف بعد ألف مفاعل وهي في المفرد مدة زائدة لأنها تلعاة قلادة سكنة وقبلها حركة من جنسها وزائدة لأنها من قلدة يقلدو الألف مش موجودة يبقى زائدة فتقل بالألف همزة يبقى ده الموضع التاني أن تقع هذه الأحرف الألف والو والياء وإحنا جبنا لكلها أمثلة بعد ألف مفاعل أو شبه يعني إيه شبه يعني كلمة على وزن مفاعل أو زي مفاعل بس مش بتبدأ بحرف الميت وكانت في المفرد مدة زائدة يعني إيه كانت في المفرد مدة زائدة مدة أو حرف علة يعني سكنة قبلها حركة من جنسها الواو تلقى سكنة قبلها ضمة الألف سكنة قبلها فتحة الياء سكنة قبلها كسرة وزائدة يعني مش موجودة في التصاريف المختلفة ففي هذه الحالة بنقلب حرف العلة الياء أو الواو أو الألف همزة الكلام ده كله بيبقى له شذوذ أو كلمات خالفة القعد تعالوا نشوف هذه الكلمات كلمة زي كلمة أساور وقعت أهي أساور على وزن إيه مفاعل أهي أساور هنقول كده وقعت الواو بعد ألف مفاعل جميل طيب حققت أول شرط الشرط الثاني وكانت في المفرد مادة زائدة تعالوا نجيب بالمفرد من أساور أساور المفردها إيه إسويرة مش أسويرة إسويرة اللي هي بتتحط في الإيد يعني اللي هي الغوش اسمها إسويرة هنا إسويرة مادة زائدة ولا لأ لا مش مادة ليه مش مادة؟ لأنها مكسورة وقبلها ساكن مش من جنس حركة ما قبلها هيبقى فقدت شرط ولذلك هنا اختلت القعدة ووجبت تصحيح عفوا أني قلت دي الشزوز دا مش شزوز دي تصحيح يبقى أساور يبقى أساور على وزني مفاعل وقعت الواو بعد ألف مفاعل ولكنها في المفرد ليست مادة زائدة ولذلك وجب تصحيحها تبقى أساور هي أساور ما يفعش نقول أسائر تمام؟ طيب جداول جداول على وزني إيه جداول؟ هي برضو على وزني مفاعل جداول مفاعل بص هنا كده معايا هنا هتتلاقي الواو وقعت بعد ألف مفاعل تمام؟ يبقى تحقق أول شرط هتتلقى هذه الأحرف بعد ألف إيه؟ مفاعل جميل جدا وكانت في المفرد مادة زائدة تعالوا نشوف المفرد بتاع جداول جداول هنا الواو هل هي مادة؟ هل هي سكنة وقبلها حركة من جنسها؟ لا طبعا وليست مادة زائدة ففقدت الشرط ولذلك وجب تصحيحها ما ينفعش نقول جداول نقلب الواو همزة؟ لا ما ينفعش هي جداول خلاص فخرمت شرط من إيه؟ من الشرط ديت جواهر تعالوا نشوف جواهر جواهر على وزن مفاعل إحنا قلنا إيه؟ أن تقع الواو بعد ألف مفاعل هنا الواو وقعت بعد الألف ولا قبل الألف؟ وقعت الواو هنا قبل الألف ولذلك فقدت الشرط يبقى إحنا قلنا أن تقع هذه الأحرف بعد ألف هنا شوف كده الواو قبل الألف وليست بعدها يبقى خرمت شرط من هذه الشرط خرمت يعني فقدت شرط معايش معايش وكلمة معايش دي بتجي في الامتحان على طول معايش على وزن مفاعل جميل جدا وقعت الياء بعد ألف مفاعل فتحقق أول شرط وهي في المفرد مادة زائدة تعالوا نشوف معيشة مفردها كده مفرد معايش معيشة هل الياء هنا مادة حرف علة؟ لا طبعا ليه؟ لأ لأنها ليست ساكنة مش قبلها حركة من جنس ما قبلها يبقى فقدت شرط يبقى وجبة تصحيحها ما ينفعش نقول معايش ولذلك يجي لك سؤال كده لماذا شذة معايش؟ كلمة معايش دي شذة ليه؟ لأنها خرمت أو فقدت شرط من الشروط اللي هي أن تكون في المفرد مادة زائدة لأن المفرد بتاعها معيشة الياء متحركة وقبلها ساكن يبقى فقدت شرط من الشروط ولذلك يجيب تصحيحها يجيب نقول معايش نفس الكلام مخايط مخايط هنا على وزن مخايط مخايط على وزن مفاعد هتحقق أول شرط اللي هي وقعت الياء بعد ألف مفاعد لكن هي في المفرد مخيط المفرد المفرد هنا ليست مادة زائدة لأنها متحركة وقبلها ساكن يبقى فقدت شرط من فقدت شرط من هذه الشروط نحن هنا بنتكلم عن مخايط مصاوب لماذا يجب تصحيح كلمة مصاوب لأن مصاوب مفردها مصوب مصوب صاب يصويبه مفرده مصوب فهو مصاوب تمام مصاوب مصاوب على وزن مصاوب مفاعد جميل جدا وقعت الواو بعد ألف مفاعد تحقق أول شرط نشوف الشرط الثاني هل هي في المفرد مادة زائدة نجيب المفرد بتاع مصاوب مصوب تمام هنا الشرط الواو هنا هل هي مادة ليست مادة وليست زائدة يبقى فقدت شرط فوجب تصحيحها أن نقول مصاوب ولو قلنا مصائب لو تقال كده كلمة مصائب غلط في البتاع دي تمام